بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائنا طلاب الصف السادس بمادة الدراسات العملية منهج الكهرباء والإلكترونيات درسنا اليوم إن شاء الله رح يكون بعنوان توصيل المصابيح على التوازي ورح نتعرف فيه على العناصر الأساسية للدائرة الكهربائية البسيطة طرق توصيل المصابيح على التوازي وأهم مميزات التوصيل على التوازي واستخداماته في حياتنا اليومية إن شاء الله الحين رح نبتدي بالدرس مقدمة عن التوصيل على التوازي تتكون الدائرة الكهربائية البسيطة من أربع عناصر أساسية وهي أولاً مصدر الطاقة الكهربائية أو البطارية ثانياً المصباح الكهربائي أو الحمل الكهربائي ثالثاً المفتاح الكهربائي رابعاً أسلاك التوصيل نفس ما إحنا نعرف العناصر الأساسية للدائرة الكهربائية البسيطة هما أربعة أولهم مصدر الطاقة الكهربائية بالرسم المبين أمامنا مصدر الطاقة الكهربائية هو البطارية لكن مو أجباري نستخدم هذا المصدر أي مصدر للطاقة الكهربائية مثل المحول وغيرها أو المولد يعتبر هو مصدر أساسي للطاقة الكهربائية وممكن استخدامه في الدائرة الكهربائية البسيطة والعنصر الثاني هو الحمل الكهربائي وفي الدائرة التي أمامنا هو المصباح الكهربائي لكن من الممكن تغيير هذا المصباح الكهربائي إلى أي حمل آخر أو أي جهاز كهربائي آخر مثل المروحة أو الكمبيوتر أو أي جهاز آخر والعنصر الثالث هو المفتاح الكهربائي وهو العنصر المسؤول عن فتح وإغلاق الدائرة الكهربائية وراح تعتبر الدائرة الكهربائية مغلقة عند تشغيل المفتاح الكهربائي فيسمح بمرور التيار الكهربائي وهنا تعتبر الدائرة الكهربائية مغلقة وتعتبر الدائرة الكهربائية مفتوحة بالعكس في حال عدم تشغيل المفتاح الكهربائي فلا يسمح بمرور التيار الكهربائي فتعتبر الدائرة الكهربائية مغلقة وهذه العناصر الأساسية المكونة للدائرة الكهربائية البسيطة والعنصر الأخير هو العنصر الذي يربط هذه العناصر وهي أسلاك التوصيل بعد ما تعرفنا على عناصر الأساسية للدائرة الكهربائية البسيطة الحين نفرض أنه عندنا حملين مختلفين وهما عبارة عن مصباحين تم توصيلهما على التوازي مع بطارية قيمتها ثلاثة فولت شنو راح يصير عندنا؟ اللي راح يصير عنده توصيل المصباحين على التوازي يمر في كل مصباح جزءا من التيار الكهربائي ويكون مجموعة أجزاء مساوية لتيار البطارية بينما يبلغ فرق الجهد على كل مصباح ثلاثة فولت اللي هو جهد البطارية شنو معنات هذا الكلام؟ نفس ما احنا شايفين بالرسمة اللي عندنا أو الدائرة الموضحة عندنا هي عبارة عن دائرة كهربائية مكونة من بطارية نفس ما قلنا هي قيمتها ثلاثة فولت ومصباحين اللي هم عبارة عن الأحمال المصباحين هذين مع البطارية تم توصيلهم بأسلاك على طريقة التوازي فهذا توصيل يعتبر توصيل التوازي وفي هذه الحالة فإن شدة التيار الخارج من البطارية ينقسم إلى جزئين؟ الجزء الأول راح يروح للمصباح الأول أو الحمل الأول والجزء الثاني راح يروح للمصباح الثاني أو الحمل الثاني بينما فرق الجهد راح يكون ثابت على جميع المصابيح أو الأحمال ففي توصيل التوازي عندنا شدة التيار تنقسم لكن فرق الجهد يكون ثابت يعني دائرتنا هذه راح يكون الفرق الجهد ما للبطارية اللي هو احنا قلنا ثلاثة فولت راح يكون هو مساوي لفرق الجهد على المصباح الأول ومساوي لفرق الجهد على المصباح الثاني بينما شدة التيار الكهربائي الخارجة من البطارية راح تنقسم إلى جزئين؟ جزء الأول على المصباح الكهربائي الأول وجزء الثاني على المصباح الكهربائي الثاني استخدامات التوصيل على التوازي يستخدم التوصيل على التوازي في التمديدات الكهربائية والمصابيح والأجهزة الكهربائية مثل ما هو موضح عندنا بالصور يستخدم التوصيل على التوازي في البيوت عندنا بإضاءات المنازل وبلاكات الكهرباء وغيرها وبنفس الوقت يستخدم في إنارة الشوارع والطرق العامة والمباني والمدن لما له من مميزات وإن شاء الله نحن نذكر هذه المميزات بالخطوات القادمة الحين نبي نعرف مميزات التوصيل على التوازي أول شيء نفس ما قلنا التيار الكهربائي المار عبر الدائرة ينقسم ويتوزع عليها شنو معناته؟ معناته نفس ما هو بالرسمة الموضحة أمامنا عندنا بطارية وثلاث مصابيح مختلفة فإن التيار الكهربائي الخارج من البطارية رح يتوزع على هذه الثلاث مصابيح يعني المصباح الأول أو الحمل الأول رح يأخذ جزء من التيار والمصباح الثاني أو الحمل الثاني يأخذ الجزء الثاني والمصباح الثالث أو الحمل الثالث رح يأخذ الجزء الثالث من التيار فمجموع التيارات الثلاثة هذه يساوي لشدة التيار البطارية الأساسية وعندنا ميزة ثانية اللي هي تعتبر ثاني مميزات التوصيل على التوازي وهي المقاومة الكلية الناتجة عن الأحمال الكهربائية تكون منخفضة جدا شنو معناته؟ معناته نفس ما هو عندنا بالرسمة هذه عندنا نفس فكرة الدائرة السابقة بطارية وثلاث أحمال مختلفة هنا نحطينا الأحمال هم مقاومات المقاومة الأولى كان قيمتها ثلاثة كيلو أوم المقاومة الثانية قيمتها ثلاثة كيلو أوم والمقاومة الثالثة قيمتها واحد كيلو أوم ففي هذه الحالة المقاومة الكلية للدائرة راح تكون أصغر من أصغر مقاومة موجودة يعني احنا بالثلاث مقاومات هذه اللي عندنا أصغر مقاومة هي واحد كيلو أوم فمقاومة الكلية لهذه الدائرة راح تكون أقل من واحد كيلو أوم فهذه تعتبر ميزة في التوصيل على التوازي والميزة الثالثة يمكن توصيل عدة أجهزة كهربائية بمفتاح واحد أو بمصدر طاقة واحد نظراً لأن التيار المار عبر كل جهاز يختلف تبعاً لاختلاف المقاومة الكهربائية الموجودة فيه هنا شنو معناته؟ معناته أن يسمح لنا توصيل الأجهزة على التوازي أن يكون كل الجهاز موصل ويسحب التيار اللي هو محتاجه باختلاف مقاومته لكن الأجهزة كلها راح تظل شغالة بنفس الوقت وراح نستخدمها بشكل طبيعي وبكفاءة عالية الميزة الرابعة يمكن تشغيل كل جهاز على حدة أو تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية سوياً مثل ما هو موضح عندنا بالصورة عندنا مصدر للطاقة وموصل معه أكثر من جهاز وكل جهاز ممكن نتحكم فيه فعلى سبيل المثال لو نبينلخص الميزة السابقة وهذه الميزة إحنا عندنا بالبيت نقدر نركب موزع كهربائي الموزع الكهربائي هذا راح نركب عليه أكثر من جهاز ولكن هو ماخذ كهرباء من مصدر تيار واحد أو مصدر كهرباء واحد أو طاقة واحدة اللي هو البلاك اللي عندنا بالمنزل فدام إحنا خذينا بلاك واحد ووزعناه أو ركبنا عليه مجموعة أجهزة بالتوصيل على التوازي فهذه الميزة السابقة وفي هذه الميزة نفس الموزع اللي عندنا إذا إحنا سكرنا جهاز واحد من الموزع نفسه أو جهازين أو خلينا جهاز واحد فما راح يأثر الجهاز المغلق على الأجهزة الشغالة عندنا والميزة الخامسة عند تلف أي من الأجهزة الكهربائية الموصلة فإن التيار الكهربائي يسري في الأجهزة الأخرى وتستمر بالعمل نفس ما عندنا بهذه الدائرة هي عبارة عن مفتاح كهربائي ومصدر للطاقة اللي هو بطارية بالإضافة إلى مصباحين كهربائيين المصباحين هذي لأهم الأحمال وعندنا أسلاك توصيل رابطة هذه المصابيح بس عندنا واحد من الأسلاك يعتبر تالف مقطوع أو في أي مشكلة فعندنا واحد من الأحمال أو مصباح واحد وهو اللي ما راح يشتغل بس المصباح الثاني يشتغل طبيعي ولا كأنه في مشكلة بالدائرة الكهربائية وهذه الميزة هي من أهم الميزات وهي سبب استخدام التوصيل على التوازي في الكثير من الأماكن مثلا عندنا بالبيت إحنا راح نشوف هذه الميزة وايد شوين نشوفها؟ مثلا عندنا بالليتات ممكن أن يكون عندنا مصباح واحد خربان أو إنارة واحدة خربانة بالبيت وباجي الإضاءات تكون شغالة ما فيها أي مشكلة فهذه تعتبر ميزة بالتوصيل على التوازي ونقدر نشوف أيضا هذه الميزة بالشوارع مثلا بإنارة الطرق ممكن أن نشوف عمود إنارة واحد مغلق وباجي العواميد الإنارة شغالة بكفاءتها الطبيعية أو مو بس شديد ممكن أن نشوف عمود إنارة واحد في أكثر من مصباح مصباح واحد اللي ما يشتغل وباجي المصابيح هي شغالة ومو متأثرة بانقطاع التيار عن المصباح الأخير وفي الختام نتمنى أن تكونوا استفدتوا من درس اليوم اللي هو التوصيل على التوازي واكتسبتوا فيه معلومات عن الدائرة الكهربائية البسيطة وطرق التوصيل على التوازي وأهم مميزاته عملينا أن نراكم بدروس قادمة إن شاء الله شكرا